أهلا بكم الحقيقة أنا وجدت أن أدزاما علي أن أجيب عن بعض الأسئلة التي تهم الجميع الرسالة دي من سيدة تبلغ من العمر حوالي 45 سنة هذه السيدة بعدما سمعت ال-FMF بعدت تتساءل أنا لأول مرة في حياتي كان جالي قدم في البقر وكان عمري في ذلك الوقت حوالي 33 سنة وبرغم والدي أستاذ طبيب متخصص في الجهاز الهضمي إلا أن أخويا وأيضا هو دكتور في الجهاز الهضمي أخذني للمستشفى فورا في مصر جديدة وشلولي الزيتا ورجعوني البيت في نفس اليوم وانتهت الأمور وفوجئ والدي إن أنا جالي الأنا ورحت وشلت الزيتا وارجعت الحقيقة يعني ما انبسطش مشت الأمور وأنا في أتم الصحة سنوات ومنذ تلف سنوات أربع سنوات يبدأ يجيلي آلام شديدة في البطن وارتفاع شديد في الحرارة لدرجة أن هم كانوا عايزين يفتحوا بطني ظنن أن دي الزيتا وانا كنت شبت الزيتا وفضلت الحرارة كل المضادات الحيوية ما تنفهش فضلت الأمور ماشية كده لمدة أسبوع حتى انتهت الأمور تلقائية وبرغم جميع المضادات الحيوية وانتهت وعشت سعيدة وأبعد ثلاث أربع شهور جات للأزمة ونفس الحكاية بغاية برضو المضادات الحيوية والعد الدمر الأبيض عالي وكل الأبحاث اللي ممكن عملها يتعمل وخاصة أن معمل البرغ والدكتورة سوها مديرة المعمل كانت كائناة مختبية أي تحديلات أي حاجة تعمل غاية ما عملت كل شيء ثم انتهت الأزمة ثم عادت مرة تانية عملنا الغاسب اقترحوا على ود السفر برة فقال لهم الحقيقة تكترت مصر بويسين جدا ولا يقل أهمية عن برة وابتدأت الأمور تنكشف والأستاذ جل جال البيت وقال لي دي حساسية ويداني حقنة بخمس تلاف كنين كل ده وأخيرا بعد أتعاون مع بعض المعامل المهمة زي المعمل بريطاني وزي المعمل الأستاذ الدكتور عبد الرحمن زكري وجدت أننا أعاني من الف م الف وانا الحمد لله أعرفنا السبب وأعرفنا أنها ممكن تيجي بسخنية ممكن تيجي بألام ممكن المضادرة الحقيقية مش هتنفع تحكين تقول لهم ابتدأت على الكولشيسين برغم ما لهم منك تتبقى في البطن وانت في أخر حاجات زي ومشت الأمور طيبة جدا وقت سنتين ما دليش هذه الأدام وأخيرا فجأت أن الأدام جاءت من 200 أسبوع كده تنبخ الكولشيسين الصبح وبالإيه لوظرت عليه وخصوصا لما عرفت إن الأميرويد سيت إيه الزاد عندي فبقيت منزعجة لأن أنا شفت الأميرويد إيه ده ممكن يترصب في الكلة ويعمل تشمع في الكلة ويعمل زلال شوية في البول وممكن يعمل فشل الكلة فانسح فرسالك حبيت أبعد لك عشان تقولي إيه الحكاية الحكاية إن الف م هذه زي معرفنا إنها ممكن تيجي في الأطفال أقل من عشر سنين في حوالي خمسين إلى ستين في المية ومن تمانين لخمسة وتسعين في المية تيجي أقل من عشرين سنة ومن خمسة إلى عشرة في المية أكتر من عشرين سنة أنت كان عمرك ساعتها حوالي ثلاثة وتلاتين سنة ودي رير وهي جزدة اللي كان غايب عن الضم دلوقتي إيه هو اللي بيجيب الأزمة للمعروف ولكن ممكن الأزمة تيجي تيجي فجأة ولكن قد يكون لها مؤشرات يعني بعض الناس يقول لك ها نهاردة يوم الثلاث إيه معا الأزمة يبدأ فعلا أخذ نهار يحس بالقلم الثلاث الأربعة الخميس والجمعة عايش الأزمة يوم الثلاث تكون خف في بعض الناس ما تعرفش تيجي فجأة طيب هل في حاجة بتجيب الأزمة دايا وخصوصا زي أنت خفيت إنها ما جات لك الأزمة سبب إن التعرض للبرد يجيب الأزمة سبب إن التوتر للنفس ممكن يجيب الأزمة سبب الإرهاق الشديد ممكن يجيب الأزمة في بعض الفتيات ممكن تيجي الأزمة أثناء الدورة الشهرية قصة من حياتي واحدة كان جزها عايش في لندن مهندس ميكانيثي على المواخر وكانت عايشة هنا في مصر شخصت على إنها FMF وابتدأت الأزمة تتكرر وتاخد العلاج وهكذا وأخيرا لما جزها رجع مصر ورجع في أسر ومع أولادها مبعدش أشوفها ليه لأن FMF خفت تماما هذه قصة من المرضى فإذا التوتر النفسي الإرهاق 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 الشريب التوتر ده أكبر حاجة هو بالإرهاق والبرد الثلاثة المجتمعين بدون شك هتيجي الأزمة FMF وأتمنى إن إحنا نحط في الاغتبار الحاجات اللي ممكن بتجيب الأزمة ونهتحاشاها لأنه كل أزمة FMF يزداد السيروم أميرويد A في الدم وما بين الأزمات ممكن تكون زيادة طفيفة ولكن أثناء الأزمة بتكون زيادة كبيرة وأتمنى إن إحنا نتحاشا هذه الأسباب التي قد تؤدي إلى FMF مرة أخرى وشكرا